بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدني وفي نعمه ويكافئ مزيده سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصل اللهم أفضل صلواتك على خاتم رسلك وأنبيائك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين واشرح اللهم صدري ويسر لأمري وارزقني نعمة الإخلاص وقني فتنة النفس والهوى وجنبني مزالق الشيطان إنك نعم المولى ونعم النصير في هذه الحلقة السادسة والأربعون من قراءتنا في كتاب فقه السيرة للشيخ محمد الغزالي نتابع الكلام حول غزوة أحد أو معركة أحد وفي فقرة بعنوان شهداء أحد يقول الشيخ محمد الغزالي أخذت قريش طريقها إلى مكة وقد استخفها النصر الذي أحرزته إنها طارت به على عجل كأنها غير واتقة مما نالت بعد الهزيمة التي حاقت بها أول القتال وأقبل المسلمون يتحسسون مصابهم في الرجال ويجهزون القتل لمضاجعهم التي يبرزون منها للقاء الله يوم ينفخ في الصور روى ابن إسحاق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رجل ينظر لما فعل سعد بن الربيع أفي الأحياء هو أم في الأموات فقال رجل من الأنصار أنا فنظر فوجده جريحا في القتل وبه رمق فقال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أنظر أفي الأحياء أنت أم في الأموات فقال أنا في الأموات فأبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم سلامي وقل له إن سعد بن الربيع يقول لك جزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته وأبلغ قومك عني السلام وقل لهم إنه لا عذر لكم عند الله إن خرص إلى نبيكم وفيكم عين تطرف قال ثم لم أبرح حتى مات وجئت النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرته خبرة ومر الرسول صلى الله عليه وسلم بدفن الشهداء حيث قثلوا ورفض أن ينقلوا إلى مقابر أسرهم قال جابر من عبد الله لما كان يوم أحد جاءت عمتي بأبي لتدفنه في مقابرنا فنادى منادي رسول الله ردوا القتلى إلى مضاجعهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن فإن أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلهم ولما انصرف عنهم قال أنا شهيد على هؤلاء ما من جريح يجرح في سبيل الله إلا والله يبعثه يوم القيامة يذمي جرحه اللون لون الدم والريح ريح مسك إن معركة أحد تركت آثارا في نفس النبي عليه الصلاة والسلام ظلت تلازمه إلى آخر عهده بالدنيا في هذا الجبل الداكن اللي جاتم حول يثرب أو دع محمد أعز الناس أقربهم إلى قلبه فالصفوة النقية التي حملت أعباء الدعوة وعادت في سبيل الله الأقربين والأبعدين واغتربت بعقائدها قبل الهجرة وبعدها وأنفقت وقاتلت وصبرت وصابرت هذه الصفوة اختط لها القذر مثواها الأخير في هذا الجبل أشم فتوسد الثراه راضية مرضية وكان رسول الله يتذكر سير أولئك الأبطال ومصائرهم فيقول أحد جبل يحبنا ونحبه فلما حانت وفاته جعل آخر عهده بذكريات البطولة أن يزور قتل أحد وأن يدعو الله لهم وأن يعض الناس بهم عن عقبة بن عامر قال صلى رسول الله على قتل أحد بعد تماني سنين كالمودع للأحياء والأموات ثم طلع المنبر فقال إني بين أيديكم فرط وأنا عليكم شهيد وإن موعدكم الحوض وإني لأنظر إليه من مقام هذا وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا ولكن أخشى عليكم الذنيا أن تنافسوها قال عقبة فكان آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله على أن المسلمون دفنوا موجدتهم في أفئدتهم ولم يستسلموا لأحزان المصاب الذي حل بهم وكان تكاتر خصومهم حولهم سببا في أن يقاوموا عوامل الخور وأن يبدوا للناس بقية من قوة ترد عنهم كيد المتربثين على نحو ما قال الشاعر وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الذهر لا أتضعضع وقد كانت الهزيمة في أحد فرصة انتهزها المنافقون واليهود وكل ذي غمز على محمد عليه الصلاة والسلام ودينه وأصحابه ففارت المدينة كالرجل المنتقد وكشف عن عداوته من كان قبلا يواريها وتحدث الكافرون بالإسلام عن خدلان السماء للنبي المرسل من عند الله رأى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعيد تنظيم رجاله على عجل وأن يتحمل الجريح مع السليم على تكوين جيش جديد يخرج في أعقاب قريش ليطاردها ويمنع ما قد يجد من تكرار عدوانها كانت معركة أحد في يوم السبت لخمسة عشر من شوال وكان خروج هذا الجيش في الأحد لستة عشر منه وصار رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون معه حتى بلغوا حمراء الأسد واقتربوا من جيش أبي سفيان وكان رجال قريش بعد أن ضمهم الفضاء الرحب قد عادوا إلى التفكير فيما حدث وأخذوا يتلاومون يقول بعضهم لبعض لم تصنعوا شيئا أصبتم شوكة القوم ثم تركتموهم ولم تبتروهم وقد بقيت منهم رؤوس يجتمعون لكم إلا أن هذا التفكير تزلزل إثر ما عرفت قريش أن المسلمين عبأوا قواهم وخرجوا يستأنفون القتال وحار المشركون في أمرهم أيعودون لحرب لا يأمنون مغبتها وربما أفقدتهم ثمار النصر الذي أحرزوه أم يمضون لتوهم إلى مكة وفي هذه الحال يتحسن مركز المسلمين وتخف مرارة الهزيمة التي لحقتهم وقد رأى أبو سفيان أن يغنم الأوبة الرابحة وأن يبعث إلى المسلمين من يقذف بالرعب في قلوبهم ويخبرهم أن قريشا عادت لاستئصال شأفتهم بعد أن تبين خطأها في تركهم وعسكر المسلمون بحمراء الأسد ثم جاءهم دسيس أبي سفيان يغريهم بالعودة إلى يثرب نجاة بأنفسهم من كرة المشركين عليهم وهم لا يقدرون على ملاقاتهم بعد أن المسلمين قبلوا التحدي وظلوا في معسكرهم يوقدون النار طيلة ثلاث ليال في انتظار قريش التي ترجح لديها أن النجاة بنفسها أولى فعادت إلى مكة وعاد المسلمون إلى المدينة ليدخلوها مرة أخرى أرفع رؤوسا وأعز جانبا وفي هذه المظاهرة الناجحة وفي من اشتركوا فيها على ألم الجراح وإرهاق التعب وفي ثباتهم على التثبيط واطمئنانهم إلى جانب الله نزلت الآيات الكريمة الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم آثار أحد انتفض على الإسلام كثير ممن هادنه أو ذاهنه وبرغم مظهر البأس الذي أبداه المسلمون في مطاردة المشركين حتى حمراء الأسد فإن هزيمة أحد كانت أبعد غورا مما يظنون لقد جرأت عليهم أعراب البادية وفتحت لهم أبواب الأمل في الإغارة على المدينة وانتهاب خيرها كما أن يهود عالنوا بصخريتهم وتركوا وساوس الغش تلح عليهم وتكدر سيرتهم على المسلمين ومن أصعب الأمور قياد الأمم عقب الهزائم الكبيرة وقياد الدعوات بعد الانكسارات الخطيرة وإن كان الرجال يستسهلون الصعب ويصابرون الأيام حتى يجتازوا الأزمات وقد جاءت السنة الرابعة للهجرة والمسلمون لما يداو جراحاتهم في أحد إلا أن الأحداث لا تنتظر فقد أخذ البدو يتحركون نحو المدينة يحسبون أن ما فيها أصبح غنيمة باردة وأول من تهيأ لغزو المدينة بنو أسد فسارع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعث أبي سلم على رأس 150 رجلا ليباغت القوم في ديارهم قبل أن يقوم بغاراتهم ولم يلقى أبو سلم عناء في تشتيت أعدائه واستياق نعمهم أمامه حتى عاد إلى المدينة مضفرا وأبو سلم يعد من خيرة القادة الذين صحبوا رسول الله وسبقوا إلى الإيمان والجهاد وقد عاد من هذه الغزاء مجهودا إذ نغر جرحه الذي أصابه في أحد فلم يلبت حتى مات وحاول خالد بن سفيان الهذلي أن يحجد الجموع لحرب المسلمين فأرسل إليه النبي عبد الله بن أنيس فقتله وهو يجتهد في تأليب القبائل للهجوم على المدينة وثارت هديل لرجلها بأن أعانت على تسليم أسر المسلمين إلى أهل مكة في غزوة الرجيع وأصل قصة الرجيع هذه أن وفدا من قبائل عضل والقارة قدم على رسول الله يذكر أن أنباء الإسلام وصلت إليهم وأنهم يحتاجون إلى رجال يعلمونهم الدين ويقرؤونهم القرآن فأرسل النبي معهم رهطا من الدعاة يرأسهم عاصم بن ثابت فانطلق الجميع حتى إذا كانوا بين عسفان ومكة قريبا من مياه هديل شعر الدعاة بأن أصحابهم غذروا بهم واسترخوا هذيلا عليهم وفزع الدعاة إلى أسلحتهم يقاتلون الغادرين ومن أعانهم من قبيلة هذيل وماذا يجدي قتال نفر يعدون على الأصابع لنحو مئة من الرمات وراءهم قومهم يشدون أزرهم لذلك لم يلبت عاصم وصحبه أن قتلوا واستسلم للأسر منهم ثلاثة نفر خبيب وزيد بن الذثنة وعبد الله بن طارق فاسترقهم الهدليون وخرجوا بهم إلى مكة ليبيعوهم بها ومعنى بيعهم بمكة تسليمهم للقتل المتربسين فإن أولئك النفر من الرجال الذين قاتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر وأحد ولأهل مكة لديهم تارات يودون الاشتفاء منها وقد حاول عبد الله الإفلات من هذا المصير فقتل وأما خبيب وزيد فأخذهما رجال قريش ليقتلوهما أخدا بثأرهم القديم فأما زيد فابتاعه صفوان بن أمي ليقتله بأبيه ولما خرجوا به من الحرم اجتمع حوله رهط من قريش فيهم أبو سفيان بن حرب فقال له أبو سفيان حين قدم ليقتل أنشدك بالله يا زيد أتحب أن محمدنا الآن عندنا مكانك تضرب عنقه وأنك في أهلك فقال والله ما أحب أن محمدنا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤديه وإني جالس في أهلي فقال أبو سفيان ما رأيت من الناس أحدا يحب أحد كحب أصحاب محمد محمدا ثم قتل زيد وأما خبيب فقد اشتراه عقب بن الحارث لقتله بأبيه فلما خرجوا بخبيب من الحرم ليصلبوه قال لهم إن رأيتم أن تدعوني حتى أركع ركعتين فافعلوا قالوا دونك فاركع فركع ركعتين أتمهما وأحسنهما ثم أقبل على القوم فقال أما والله لو لا أن تظنوا أني إنما طولت جزعا من القتل لاستكثرت من الصلاة فكان خبيب أول من سن هاتين الركعتين عند القتل ثم رفعوه على خشبة فلما أوثقوه قال اللهم إنا قد بلغنا رسالة رسولك فبلغه الغداة ما يصنع بنا ثم قال اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا واستقبل الموت وهو ينشد ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي نقف عند هذا الحد في هذه الحلقة وفي الحلقة المقبلة إن شاء الله سنتابع القراءة في آثار معركة أحد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر